جزء الاله الوحيد اميني احنا في الاسحف التاني من رسالة المعلمين المجودة للسول الولى الى اهل كورنسوس اخذنا اول سبع ايات تقريبا هقرأ الجزء الاولان من رسالة بكده بعدين نتقل فيه الجزء الجديد بيقول انا بقوله في الرسول لما اتيت اليكم ايها الاخوة ساعة ما رحب يبشر اتيت ليس بسمو الكلام او الحكمة مناديا لكم بشهادة الله ساعة لما كنت جاي مكانش اصدي اكلم بكلام عالي سامن لاني لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه ومصلوبا وانا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثير وقلنا ان الاية دي هو بيردد بيها الادعاء اللي هما بيقولوه عليه يقولوا لابولي اذا كان غلبان وضعيف ومرعوب قال لهم ايو انا كنت كده لم يدافع عن نفسه ولم يرفض الاتهام وقال اعتبروه كأني كنت بعيف ومرعوب وخايف لكن المهمة الاخرين يتيجة ان المسيحي كان الجد وشانا لاتمج وكلامي وفرازاتي لم يكون بكلام الحكمة الانسانية المقنعة بل ببرهان الروح والقوة برهان الروح يعني الفعل روح القدس القوة يعني كمان الايات والمعبضات اللي كان بوليس ورسول بعمل لكي لا يكون ايمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله طيب جد الايات الخمسة دول بيعبروا على ان بوليس كان رجل بسيط وغلبان وبيتكلم كلام بسيط هل هو كده على فول قال لا لكن نتكلم بحكمة بين الكاملين باحنا بنعتبر بوليس هو فيلسوف المسيحية هو الرسول الوحيد اللي كتب اربع تاشر رسالة والرسائل بتاعته زي ما انتم اخدين بالكم ندخل في الاية نقعد نفطل فيها مش عايزين نخط والاسحح يخد له مرة واثنين وثلاثة علشان نخلص فبوليس ورسول ما كانش بيتكلم كلام ساذج او كلام بسيط ولكنه كان حكيم بس هو مكان يستخدم هذه الحكمة بين الكاملين وزي ما شبهتكم المرة الخاتفة لما يكون خادم متعلم ودارس لهوت على اصوله واخد شهادات عليا في اللاهوت تصل الى الدكتوراء وقلنا له تعالى اخدم في مدارس احد فصل افار لازم ينزل لمستوها واذا تكلم مع ناس البسطاء ما خدوش قدر كافي من التعليم لازم ينزل لمستوها ونبتل شادم دا نقول له تعالى بقى انشكلنا فصل اعداد خدمة جعلهم كلام كبير لو قلنا له علي ادي محاضرة في الاسلركية هيدي مستوى عامل لو قلنا تعالى اشترك معانا في الحوار بين الكنائس هيكلم على اعلى مستوى فالواحد دايما يتحسف مستوى السامعين فبيقول انتو بتتهموني ان انا كنت في منتهى السزاجة والبساطة فعلا انا كنت كده ولكن دي مش صفتي انا صفتي بتكلم الحكمة لكن بين الكاملين الكاملين يعني الناضبين اللي ليهم فترة طويلة في الايمان وهيستحملوا الشرح الكبير لكن حتى هذه الحكمة بحكمة ليست من هذا الضهر حكمة هذا الضهر ان انسان يبقى ذاكي ومحكيم متعلم ودارس وقاري ويستقى العلوم بتاعته من تحت اقدام احد الاسزة الفاخنين جدا والضخام جدا ويفتخر زي ما كانوا اليهود ليفتخروا بالمعلمين بتاعهم هو بقولت نفسه وقال لما تربيت عند القدمين غمالئين معلمين لكن النهاردة بيفتخر بحكمة تانية ليست من هذا الضهر ولا من عظماء هذا الضهر الذين يبطلون وكلمة يبطلون قلتلكم فيها ان ممكن واحد الحكمة بتاعك والخلصة بتاعك والمعرفة تصل الى اعلى الحدود وبعدين يجي جيل تلاقي كل اللي بدرس قبل كده ولا ليه لازم هديكم مثل بطيس ممكن واحد مجدار يعرف في فنون النجارة على اعلى مستوى لكن بعد كده يخترع مكنة تشتغل شغل احسن من شغله ووقته اوفر ومجدود اقل وتكلف اقل وانتاج اكتر فيبقى كل الخبرة بتاعك اللي كان بيفتخر بيها سرعة ولا حاجة لان المكان هيعمل فاكرين زمان لما كان يعود يترزه مكنة التطريق دي فلما نحب نعمل تونيا نوح للمحل ونشوف هو ازاي بيرسم الصليب بنفسه بالقلم الرصاص وبعدين يعود يترز عليه النهاردة بالكمبيوتر هو اللي بيختار الالوان هو اللي بيشتغل وحش ويطلع الشغل اجمل من العمل اليدوي اذا فيه واحد في يوم اللي يام وصل الى قمة الشهرة فان هو اعظم واحد في المجال ده وبعدين الاختراعات الحديثة تخلت الحكمة بتاعته تطبط في زمن الازمنة ممكن يكون دكتور وصل لأعلى شهرة حكيم جدا فيه مهنة وبعدين تطلع نظرية في الطب يفتضح معها ان كل الحكمة اللي عنده تلعث ولا حاجة جهاز جديد للفحص يعرفنا حاجات كان الدكتور بيعرفها بالوين ان هذا مش محتاجين الوين ده لان بقى فيه اجهزة تطفل تبحث الجسم كل من جوه ويطلع الفحص بمنتهى الضغط فحكماء هذا العالم يفتلون يعني الحكمة بتاعتهم يدخد وقتها وبعد كده يطلع انسان تاني يعمل اختراع يبطل الحكمة بتاعت الناس طب وحكمة ربنا من نوع اللي يبطل او يبقى فيها عيض محتاجة تكميل الفصويت مش ممتع الله حكمته حكمة مطلقة فلو انا خدمت الناس بحكمة بشرية هتطلع نظرية الشدمة بعد كده طب في الكل اللي انا عمل لكن لو بهدمهم بحكمة الهية هيبقى الخدمة دي بتاعت ربنا وتعبزها الى الان بولوس الرسول لما بينا تكلم بالحكمة بين الكاملين مع انها بيقول ليس الجهل فضيلة ولكن الاعتماد على حكمة البشرية رضيلة لن هبقى جاهل ولن اعتمد على حكمتي وزكاة حكمة الله تعطينا حلولا للمشكلات حكمة البشر بتدي تغطية للمشكلات يقول لك ما عليش تطول بالا ما عليش فلما عليش ده اعمل بيها ايه يقول لك تطول بالا ما هديه حكمة البشرية ان الواحد يطول بالا لكن حكمة الله تتخل في حال حكمة البشر تعلم الناس الاحلاق لكن ما تخلصهمش من الخطيس حكمة البشر تخليني ما غلطش تاني جايز لكن الاخطاء السابقة تبقى لسه لازق فيها حكمة الله تخلصني من خطيائي السابقة وتعطيني نعمة التبرير والتصهير والتقديل وبعد كده تدمني مختف بالقبل بولس الرسول في ترانسوس الثانية احداشة والسابقة يقول ان كنتوا عميا في الكلام ثلاثة في العلم لاحظوا المعنى هنا جميل لو كنت بتكلم معكم مثلا بطيس كده باللغة العامية متفكروش ان انا من ناحية المعرفية ما عنديش فكرة ودي ميزة ميزة ازاي ممكن واحد سهلا يكون متعلم جدا في اعلى مستويات اللي هو ويجي يتكلم مع الناس الناس تتهموش وبعدين يمكنه هو يتدايق من الناس يقول لك الناس النهاء اليومين دول ما بيتهموش حقيقة مش هما الناس الغلط انت اللي بقاك تتخلوش يقول لك ما بقوش يهتموا بالحاجات العميس فهم عايزين هنا كلام بسيط فهم الناس ان كان يكلم كيف الشتارة انك تبقى عارف وتتكلم مع الناس بطريقة بسيط تبقى انت عارف العلوم والمصطلحات والنقط اللي ممكن تغلق وواخد بالك كويس جدا ندارس لكن لما تتكلم مع الناس تتكلم طريقة بسيطة توصل لهم دي اللي قالها بول الاية دي جميلة جدا فكرونسو ستاني 11 ست ان كنتوا عمنيا في الكلام فلستوا في العلم يبقى بين البسطاء يتكلم بكلام بسيط ويتكلم بحكمة بين الكاملين وبولس الرسول اللي بيتهموه بالبساطة والجه بيقول في فليف دي تلاكة تماما اني احتب كل شيء ايضا خسارة من اجل فضل معرفة المسيح للسوع ربا الذي من اجله خسرته كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح لو مسكت بولي في الرسول اقول له انت خسرت ايه من اجل المسيح يقول لي انت نهس ان انا كنت فريسي ابن فريسي كان ليه مكانا والفريسي عشان يتسمى بهذا الاذ كان دارس المسيح ودارس اللهود بالمنظور اليهودي فهو خسر كل هذه الاشياء يعني تنزل عنها وحسب انها نفاية عن اين فاية نسبال طب انت الحاجات اللي وصلت فيها لقمة العلم ستة زي لما يكون واحد متدين بجين اخر وقعد يدرس 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 لغاية ما بقى استاذ في الجامعة في العلوم الدينية وليه اسم وليه شهرة وليه تيس وليه تلمزة وبيدرس المادة دي في العلوم الدينية بتاعته وعاديين فجأة يكتشف المسيح كل اللي درسه على مدى السنين الصويلة اللي اكتب فيها الدكتوراه واكتر هي مفي ايه هيرميش يقول له يا صدح ان كل اللي بعمله ده والسلع مالوش وز طب العمر اللي ضاع يقول له هضايع بقية العمر خلاص كدك خاية خاية قوي اني كنت مخدوع هذه السنوات الطويلة وانا بدرس حاجات مش مظلوطة لازم اكون شجاع مع نافتي وامين مع نافتي وقف وقف جريئة ووقف المسار اللي انا كنت ماشي فيه طب والمجد اللي انت وصلت له والدرجات العلمية والمكانة الاجتماعية والمرتب العالي اللي اتخذ واستاذيتك في الجامعة يقول كل دوت هسيبه وانا بحسيبه ايه نتائج وهرجع تاني لنقطة بعد ما كنت من العلماء هبقى من الجهلات فهتفصل بقى على العلم سوء الجهل يقول لا بقى من اجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي هيسيب المعرفة العلمانية الغلب الوسانية او اليهودية عشان يدخل في معرفة جديدة هي معرفة المسيح يسوع ربي يبقى عايز ركز في التالي ليست المسيحية ديانة السزد والجهال والبصصار ولكنها تنفع للسزد والجهال والبصصار وتنفع ايضا للحكماء والكاملين عشان كده في الاية سابعة يقول بل نتكلم بحكمة الله في سر كلمة سر هنا مش معناها كلام مستخدم محدش بيقول او محدش بيخم كان فيه ديانات زمانية لها تعاليم سرية وتقوص سرية ولا يقولوا هذه التعاليم او التقوص الا للناس اللي يدخلوا فيها ويتأكدوا من ثباتهم يعني في الاول يديروا معلومات بسيطة ويجبنا يتأكد ان ده هيبقى مننا يتبوا يديروا الاسرار بتاعهم المسيحية المسيحية ما فيهش بكادي انتو كلكم عارفين ان احنا عندنا في الكنيسة الاسرار سابعة هل بالنسباتكم سر مش عاكين هي في مرة واحد كان بعد سؤال بهذا المنظور على النس يقول لماذا يحتفظ القصص اللي هي بنا القصيص يعني او القصاوطة بالاسرار السبعة لانفسهم ولا يقولوا للشعب فلما سمع اللي فيه اسرار سبع قال لك سر الناس ليه متعاشر الاسرار دي متقولوها بقى للناس فلما مش فهم فلما نقول احنا بنتكلم في سر معناها حاجة تفوق العقف سر معناها حاجة الظاهر بتاعها غير حقيقتها انت ترى في سر المعمودية مي عليها نقطة زي لكن انت عارف السر ان المية دي لها قدرة ان تلد الانسان ميلادا جديدا انت بتشوف في سر التناول اربانة بسيطة طلعا من الحرم ولكنك تعرف بالسر ان فيها جسد الرب والكاس في دمه انت ترى حركة بسيطة جدا بيعملها قبسة البابا على رأس الانسان الهترسم السيس او قصه وضع اليد اي واحد في الدنيا ممكن يخط ايده على راس ابن ولا راس حد لكن ايد البابا او القصه تعطي موهبة الكهنوت انت ما شفتش حاجة ما فيش حاجة حكسية بتبان لكن احنا نؤمن بالسر المشاف اللي تحول الى كهن في كيانه مش في اسمه شكل في كيانه الداخلي بقى كهن وهكذا اسفار الكهنوت فحتى الكراظة بالانجيل نتكلم بحكمة الله في سر ايه السر هنا ان انا بقول يسوع مصروب من اجلكم فالناس غير المؤمنين شايفين الكلام ده فيه جهل وفيه بعض لكن مش مكتشفين السر لجواه وبعض الناس قلبهم ينفتح لهذا السر سيستوعبهم يعني ايه الله يموت من قبل السر عشان كده قال ان احنا بنتكلم في سر حكمة الله في سر اليا هي بعينها الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الظهور لمجدان الله لا جد عليه جديد وما عندوش مفاجآت كل شيء عنده معروف ومحسوب منذ الازل فيترى الحكمة دي ان الله يموت من اجل الانسان كان شيء اضطراري الله اضطر مش ممكن الله حد يجبره على حاجه ولا الظروف بتجبره على حاجه مش عشان خاطر ادم غلط ربنا مضطر بقى يموت من اجلنا ده هو عمل حسابه من قول قبل ما يتلق ادم عارف ان ادم هيغلط وعارف ان هو من اجل حبه عشان يظهر حبه هيتجسد ويعيش بيننا وهيخذ الانسان فالموضوع بالنسبة له ما كانش مفادئة ولا حادثة ولا استحداث يعني حاجة نقعد مفادتة بقى نخلي لمشكلة ازاد عشان كده يقول الحكمة دي كانت مكتومة مش معروفة وسبق الله فعينها قبل الظهور قبل الظهور يعني قبل الازمانة يعني منذ الازم وعينها ليه لمجدنا حكاية مجدنا دي عندها شوية هل المسيح جه يتجسد عشان هو يتمجر ده احنا بنقوله في التسبيح ان هو فوق الممجر الله مش معه حاج مجر عشان لما يجي لما يجي مع الارج ما جاش يقول انا هو الله فاعبدوني مش محتاج هو دي لان هو الله المعبود منذ الازل وإلى الابد وعنده ربوات ربوات وقلوف الملايكة بيزجدوله للمهار مش مستني هو النمل بتاع نحن بشا بنزاله نمل يعني عشان نعبود اللي بيعبود هو المستفيد اللي مش بعبود هو اللي ضايد الله مش مستني عبادتنا علشان يتمجر ومش جاي فوق التين عشان يتمجر هو جاي عشان يمجد نشوف الاية هين تقول الله عين الحكمة دي حكمة الخلال الصليف قبل الضغور لمجدنا عشان يمجد ما احنا لما يكون في قائد في الجيش بربة لو ويلبس ملابس بسيطة وينزل في وسط الجنود بتوعه ويعود معهم على الارض وياكل معهم في نفس الطبق هل عشان هو يتمجر بالقعدة دي ولا عشان يمجدهم بانه معاهم هيخرجوا يفتخروا بان القائد كان قاعد معاهم على الارض فيفتخروا هو الواحد فيكم لما يقابل واحد من عزماء هذا الده لو واحد فيكم جات بفرصة يروح يقابل رئيس الجمهورية هل رئيس الجمهورية يتمجد عشان قابله ولا انت اللي تتمجد وتقعد طول عمرك تستكر هذه الزيارة اللي ممكن تكون استغرقت دقيقة والمصوراتية يصوره وانت تحتفظ بالصور دي الى الابد والاحفادي يتفرجوا عليها ويحكوا عن الامجاب بتاعة جدنا لانه كان كان بيقابل الملك او الرئيس اذا الله لم ييجي في وسطين عشان هو يتمجد الله ممجد في ذاته حتى في لحظة الاهانة والمحاكمة والشكيمة والتجديد واللطم والتفل عليه والضرب والجلد والصليب والتعري والموت الله لم يهان لان الله ممجد في ذاته زي بالزفر لو انا عندي نوع نار نار ورميت عليها سبقلة النار تخلو هيحصل ايه النار هتاكل الزباد وتقعد النار لكن لا تتلو فالهنا نار اكل لا تصيب اهانة ولا تهز اسم انا وما الهو جاي ليه جاي علشان يمجدنا عشان هو يتمجد فاذا رأيناه شكله الخارجي بصيف وغلبان ومزلول ومهان ورجل احزان واوجاع مستبر الخزن ما تهزش ما هو جاي عشان كده مش جاي عشان تمجد جاي علشان يمجدنا احنا وعشان كده تمجدنا تهمة قوي كلمة لمجدنا دي شوفوا كلمة واحدة في اخر الان عينها قبل الظهور لمجدنا فسهمت ان فيه مجد للبشر وعلشان كده بنقامل تمجيد بالقدسين وده مجدنا مسترعي يطلع واحد يقولك المجد ده الله واحد طب الله الموجد ده اعطانا مجد انت تتعلان ليه ده هو جاي عشان يمجدنا في قصة التجلد نجي اللقاء الصح 9 يتكلم عن موسى وقلية يقولك ظهر بمجد يبقى موسى وقلية برضو اخدوا مجد والسيد المسيح يتكلم مع الآية في يحنى 17 يقول انا ممجد فيهم يعني مجد المسيح انه ساكن فينا فبيعطينا من مجده ويبقى هو ممجد فينا زي بنقول في المظنور سبحوا الله فيه جميع صدسي ويقول انا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتن سيبقى لكم المسيح عنده نوعين من المهن اتقالتوا قبل كده مجد الالوها ده محدش الدهولة تبتاعه لكن مجد في النسوط احده من الآية مجد الالوها مش هيديه الحج اللي هي الآية تقول مجد لا اعطيه لآخر اما مجده النسوتي ممكن يدهوله عشان كده قال في الآية دي انا اعطيتهم المجد بالذي اعطيتهم المجد اللي تجتب المسيح والبهاء والجمال والقوة يديه للبشر ومن ضمن المجد اللي هنخدم المسيح اننا نشوف مجده يقول ايها الآب اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونون معي حيث اكون انا لينزره مجد الذي اعطيتني لان احنا شفناه على الارض انسان بسيط وبالرغم انه بسيط حبناه ولزقنا فيه وامننا به وتعلقنا به وعلقنا عليه حياتنا وخلاص يقولي يا جماعة ده انا بسيط وغلبان يقولي احنا عجبنا كده يقولي طبعا عشان انا عجبتكم وانا بسيط هديكم المكافأة اوديكم مجد والمجد اللي هنفده مع المسيح هنفده بعد ما نتقلم معه زي ما جيت رمية ان كنا نتقلم معه لكي نتمجد ايضا معه فاني احفظ ان الان الزمان الحاضر لا تقاض بالمجد العديد ان يستعلن فينا لان خطة بخصمة الوقتية تنشئ لنا اكتر فاكتر تقل مجد ابد خلي بالك يا بحث الانسان اللي ياخد ضيقة في الارض لان المجد مستميز السنة وعايز اقول الناس اللي متضيقين ممكن الضيقة تجيلك من بردك ان حد بيبيع شكره شكره لانه بيوفر لك كنز مجد وفتكر الآية دي ان الضيقة دي مهما كانت هي خخيفة وقتية بتنشئ ليا ثقة لمجد ابت والضيقة ممكن تكون من جوه ان الواحد في مرض في تعر في احباط لاي سبب وبالنسبة الورقة اللي حد بعت هالي يشتك من نفس خطية اقوله دي من ضمن الدقات اللي تنشئ لنا المجد انتو عارفين على نفسه وبيشتك نفسه في الاكراف والموضوع مش ميريحه مهما تكررت الخطية معناها انه هو في جهاز وربنا هيحسد ديئة نفس دي على ان هي كعب من قل الله وهيسب عليها اكالية والشطان بيبقى خيبان قوي لما يجي حارب انسان بالمنظر له لانه بكثرة محارباته بيتدخل له اكالية حتى لو وقعت لانه كلما سقط ايه اقوم كند قيام من دول يقوم افليل سيجي شطان الغاز من افليل يحمق اعكان رح هو قاند ياخد افليل تاني فالشطان هيبقى نفسه في الاخر عم نلجح وشلك اكالية فاحسن له يسيبك ويمشي طول ما امت ماسك في الرضاء زي الآية طول كل من عنده هذا الرضاء به يطهر نفسك كما هو طهر فخصة ديقاتنا الوقتية تنشئ لانا اثر فأثر ثقة المجد الابدي ويقول متى اظهر المسيح حياتنا حنادا تظهرون انتوا ايضا معهم بالمجد في مجد في السماء ما يطلط ويقول عن المسيح وهو قاتي بابناء كثيرين الى المجد في عبرانين 12 عشر فهو جايدنا للمجد انعيرتم باسم المسيح سطوبة لكم ليه قال لان روح المجد والله يحل عليكم ويقول معلمنا بطرس اطلب الى الشيوخ يعني القصوص الذين بينكم انا الشيخ رفيقهم والشاهد لألام المسيح وشريك المجد العفيد ان يستعلم ان يعرف ويقول لنا فيه امجاد نستنيات ومسا ظهر رئيس الرعاة سنالونا اكليل المجد الذي لا يبلغ لما حد يقول لك المجد لله وحده قل طبعا المجد لله وحده مجد الله هو لكن احنا البشر ربنا هدينا من المجد بتاعه بس كلنا حفظين ايه بتقول حرية مجد اولاد الله مش دي موجودة حرية ايه مجد اولاد الله والذين صبقوا فعيانهم فهؤلاء دعاهم ايضا والذين دعاهم فهؤلاء بررهم ايضا والذين بررهم فهؤلاء ايه مجدهم ايضا يبقى ربنا يوفر لنا مجد وفي الآية في نقول نجم يمتال عن نجل في المجد يعني القدسين فيه برادات كمان في المجد بتاع والآية اللي هقولها لكم براتي قلتها لكم بكير وآية جميلة يقول نحن جميعا ناظرين مجد الرب رجل مكشوف كما في مرآة متغير الى تلك الصورة عينها من شكل المسيح من مجد الى مجد كما من الراب الرب وافسم بالآية شعة معلمنا دكرة اله كل نعمة الذي دعان الى مجده الابد في المسيح السوع معدما تألمتم يسيرا هو يكمل ويصدق ويصدق ويقويكم ويمكنكم يعني هو دعانا وهي الدين بس نسبب في كثيرا الاية اللي هي بتاعة مجدنة دية نتكلم بحكمة الله في سر الحكمة المكتومة التي سبق الله في عيانها قبل الظهور لمجدنة هرجع تاني كلمة سر كلمة سر هنا بولس الرسول هو اللي كشف هذا السر مسماه السر المكتوم منذ الازمين الازالين ايه السر يا صرح السر ان الامم شرقاء في المرأس والجسد والموعد في افاس الثلاثة عشرة يقول حتى الملايسة ما كانوش عارفين خيرا دي يعرف الان عند الرؤساء والسلاطين في السمويات بواقفة كنيفة كنيفة هي لمتعرف الملايسة والرؤساء السر اللي كان مكتوم ساعة نقبئنا الرسل خرب يترزل الامم كأن الملايسة مندهشين هم الامم ليهم نصيب وليهم مجل ربنا يقول لأحد الملايكة روح لكيرنليوس وقل وروح لبطرس وقل أول انتشاف للسر هذا السر في الآية رقم 8 يقول الحكمة التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا وان عظماء هذا البهر اللي هم بقى رؤساء الكهنة بلاطس هيرودس فلاطس ليونان بس عايزين نطبقها على يوم نده عظماء هذا البهر اللي هم محسوبين عند الناس ان هم عظماء الناس ليهم مراكز اجتماعية عالية جدا ومراكز في الدولة على أعلى مستوى واحد في سلطانه يعز إنسان ويزل إنسان واحد في سلطانه يعين واحد في وظيفة ببرتب عالي وممكن يعين ببرتب قليل وممكن ما يقبلوش وفي سلطانه يفتر يعني ليه تحبيوت ويخرج بيوت مش مناسبة لها سلطان انضطه دي يتحرك الدنيا كلمته عظماء هذا الده لما تيجي تكلمهم عن الصليب ما يعرفوش وهم عظماء هذا الده وممكن عظماء هذا الده واحد توصينا للوقت يشعر فينا فيه بالعظم والألاط أو مسيح وبيجي كنيسة لكنه يشعر بالانتفاع ده مش هيقدر يقدر سر الصليب يتعرفين ازاي يوم ما تيجي عليها ضيقة يبقى راسر أنا يقولوا عنيه كده أنا يهنوني أنا اللي أعمل فيه كده هو من عظماء يصد ده كمش قادر يستحمل صليب فين ربنا سكيت ليه ربنا أنا موجود في الكنيس وأنا أثرت معاك ايه ليه سقت وقت الشدة ربنا يترك لو مرد صليب يقول اكتبك من الكلام ده أنا هيتحق رب يحيي يستحمل وانا شاعد ما هيتحمل ليه فهو مش قادر يدرك تر الصليب بإن يشعر في نفسه أنه من عظماء هذين أكتر ناس يحتمل الصليب بحب وفرع ثم الغلابة الغلابة مش معناها أنه هو فئير في المال ولا فئير في العلم ولكنه بسيط نفسية طوبة لمساكين لجوء لأنه لهم ملكوت السماع أوعي تكون من عظماء هذا الدعم ليتك تكون عظيما في ملكوت السماع حتى لو كنت في هذا العالم حد الجريان بقوتك ولا بعظانك أحسن عظماء هذا الدعم ما يعرفوش يكتشف حكمة الصليب ما يدروش يتزوقوهم ولا يتوعبوهم وعشان كده الناس المتكبرين دوله صعب يأمن صعب أول لأنه هو مش هيقبل على الناس في التهانة فمش ممكن يقبلها على الإله اللي هيقبل يقول لك أنا أمشي وأبقى الله مفضوط والعايز ياخد رفق عايز عمل لي إله بقى حاجة صحيح ما كده وامشي ورا لو عرفوا لما صلبوا ربا الله طبعا حكيت لو عرفوا دي فعلا المسيح قال يا عبكة تسبر لهم لأمام ميه ريا دوم مش عارفين حاجة بس هنا مهمة كلمة رب المجل لأن كلمة رب المجل تطلق على الله صح؟ وهنا يقوله صلب ورب المجل مين الصلب المسيح للمسيح للمسيح هو الله هو رب المجل كلمة رب المجل صلبوا رب المجل صلبوا الله فالناس ما يمنع ما يمنع أنه نقول صلبوا رب المجل يعني الصبصية بتاعها صلبوا رب المجل الجسد يا منظر فالموت الجسد بس ده بالجسد ودي موضوع كبير جدا في اللهوت برعه في شرق الكبير كريز كبير عمود دي اللي هو اتحاد الصبع في فبيعة واحدة بغير الصلاة ولا تزال ولا تريد بل كما هو مكتوب ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال الإنسان ما أعبه الله للذين يتجبون كنة كما هو مكتوب معناها جايبها من العهد القديم جسد في العهد القديم في أشعية 64 آية 4 يقول منذ الأذن لم يسمعه ولم يظهر لم ترى عين إلها غيره يصنع لمن ينتظر فالحاجة اللي يعملها ربنا ما تشاهدش وما تسمعش عنها قبل كده الآية دي احنا بنتكلم بيها عن الأبدي ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قبل إنسان لكن في الحقيقة كمان تنطبط على كل أعمال الله ذات نفس الصليب ده لم ترى حين إن الإله يحصل ولم تسمع أذن أن الله يحصل ولم يحطر على بال إنسان إن طريقة الخلاص بتاعتنا يكون إن الله يجل ناوي الصليب فبقولوا في الرسول استخدم الآية دي على نعمة إحنا عايشون فيها النهاردة ونعم إحنا مستمينها عشان كده لم ييجي واحد مش نصدق إن المسيح الصليب لازم نلتمث له العنش نقول نسكين هيعرف إزاي ده شيء اللي حصل على الصليب ده ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان بس لكل أعده الله للذين يحبون منذ الأذن لم يسمع عن حاجة زي كده ولم يخطر لم ترى عينه إلها غيره يصنع لمن ينتظر دايما الروحاجة اللي بيعملها ربنا ما تخطرش على بال إنسان لو مستكتوا كده 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 مقدس ومشيتوا خطوة خطوة لا اللي بيعمل وربنا ما يجيش على باله واحد يعني إنشقاط البحر الأحمر بيجي ازاي كان ممكن جدا ربنا يحل لها الطريقة ثانية تيجي على بالنا الطريقة تيجي على بالنا ازاي إنه هو مثلا يصيب جيش فرعون بالعمل نفس ما عافيش يمش أو يهديهم يهدي بني اسرائيل في طريق سريعة وبرية ويصالوا بسرعة ويتوهم جيش اسرائيل تيجي الخطط دي تيجي على بالنا لكن يخذهم لغاية البحر ويبصوا قدامهم بحر جديد جدا لا يعبع وبعدين يخلي فرعون يمشي وراهم بالضبط طب هتنقذهم ازاي يقول لك هعمل حاجة مجيش على بال موسى اضرب البحر يضربه من شئ ان الصين يعاد فيه لان دي بحاجة ما لم ترع عين ولم تسمع اذن ولم يحكر على بال الانسان الفتية الكدسين هيتقصوه في اتون النار اللي يجي في بالنا تنزل نصر اتون اتون او الملك يحصل له اي مشكلة تخليه يصرخ ويقول خلاص انا حرم او الناس اللي رايحين يرموهم يتشل اي حاجة تجلع تيجي على بالنا كل اللي يجي على بالكم ده غير اللي انا عامله يتحط فتون النار ويتحول النار والأسون الى نادة باب بالنسبة لكم فاللي ربنا بيفكر به طرق احنا ما نفكر ش بيها وخلي بالكم لغاية النهاردة بيعمل معاكم كده كل واحد فينا اللي نوع يتذكر امل الله خصة معاه هيداقي خصته مع الله ما كيتش تورد على بال لو اي احنا فينا قاعد يخصط لحياته وهو على اعلى مستوى في الفكر والتخطيط وحاليا بيدرسه وكرفات في الادارة والتخطيط وازاي الواحد ينظم وقته ويعمل فقط المستقبله ويقولك الحاضر يصنع المستقبل والحاجة اللي تعمله دلوقت هتعملك مستقبل بكرة وانت عايز توصل ايه تبتدي من للوقت اعمل كل اللي عايز تعمله مش هيتلع زي الخصة ربنا الحياة اللي فيكم عندي 30 40 50 60 سنة خليه بص على الفات ده ويقول يا راب مكنتش هقدر فقطها بالطريقة اللي انت فقطها ما لم ترى عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على باقي المسيح ما اعباه الله الذي من يحبوه وطبعا ربنا العجل الخصة لكل البشر بس لم يستفد منها الى الذي يحبوه هذه الخطة المستخبية يقول عنها بول في مساوة السنة وظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي افطل الموت وانار الحياة والسلوط بواسطة الانجل الخطة دي بقى يقول عنها الاية رقم 10 فاعلنه الله لما نحن بروحيه حليبالكم المسيحية اعلان لان لما نعود نتبخف رواحد وننقش ونقض ونبدي ونهزمه في العقيدة بتاعته مش هيقضة المسيح بقى مهما هزمت هيخرج نبدايق انه هم هزوم وهيروح يقرأ ويشوف حد يديله معلومات عشان يهزم بدخلنا معرفة والناس اللي بيهجموا الديانات الاخرى مش بيفيدوا انت عارفين ايه اللي بيفيد الاعلان لان الامور الالهية لا يستطيع الانسان ان يقبلها الا بعمل الله وما يصحش ان حد يفتخر يقول انا بحكمتي بقوة وبالعملته جذبت ناس كتين بالمسيح عمرها ما تكون كده دهية بالاعلان يقول لك اعلمه الله لنا نحن بايه بروح اللي هو الروح القدر عشان كده سمت ترتاشر يقول قد اعطي لكم ان تعرفوا اسرار ملكوت السماوات دي عطي اما لأولئك فلن يعطى طب لن يعطى ليه هل ربنا بيميز بين واحد واحد لا هو شايد قلوب الناس مين عنده الشعادات ما شاول التخصوص يقن ضد المسيح لكن ربنا عارف قلبه الحلم اعلن له الامان انتعارفين لو شاول التخصوص ده الاباء الرسل اللي اثناشر يجتمهم معاه يحاول يقنعوه بالانجين ممكن مش قدروا عنينه استفانوس كان لوحد وحواليه مجمع بحكم بينقش ولم يقدروا ان يقاوم الحكمة والروح اللي فيه لكن في الاخر عملوا ايه اتلوه اتلوه بالرغم ان هو كان منتصر عليهم في الكلام الحكاية مش حكاية ان انا اهزم اللي اقدامي بالحب او المنصف حكاية ان انا صليله ولذلك شاول الترسوسي لم يستفد من الحوار بتاع السفانوس ولكنه استفاد بالصلوة بتاع السفانوس لما قال يا رب لا تقن لهم هذه الخطوة وبعدين ربنا جاله اعلان لنا اول ما المسيح ظهر له خلطو في قصة من انت يا رب انا يسوع الذي انت فتطفج طب عايزنا اعمل ايه قال له اصلع قدامي دمشق سلم نمر عثور جي على دمشق وبقى انفيح وبقى الكارث العزيز مش بمجهود انسان وهو قال كده لاني لان اقبل تسجيل من انسان ولا علمته بل باعلام الله وبقى لما قال انت المسيح ابن الله الحي المسيح قال له ايه ان لحما ودما لم يعلم لكن ابي اللي جهد سنوات الايمان بالمسيح اعلام اشرافة الهية على قلب الانسان ويتكلم المسيح عن الروح الكدس يقول يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم ده دور الروح الكدس يعلمني يفكرني ويقول علمه يرشدكم الى جميع الحق ويقول يقبلكم بامور ااتية والروح الكدس احنا اخدناه يوم الميرون بالمسك يقول عنها الكدس يحن اترسال اما انتم فالمسك التي اخذتموها منه ثابتة فيكم الميرون ولا حاجة بكم الى ان يعلمكم احد بل كما تعلمكم هذه المسك عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبة كما علمتكم تسببون فيه يبقى احنا هناخد معرفة الله من الروح الكدس تعالسون ليه بعض تشوف الآية البعض هتقل ليه يقول من من الناس يعرف امور الانسان الى روح الانسان الذي اتيه انت عاكين في واحد يقول لك انا بالنسبة لك طبحة مكشوف مهما كان واحد طبحة مكشوف لكن جوه اسرار هتش عارف ممكن يكون انسان صادق جدا واللي في قلبه على الخام انتهى البرائق الشفافية والنقاوة واضح جدا مع اب اعتراف على القلب لكن انت عاكين برضو حد اش يعرف وينه هو هو طبعا امر ده من من الناس يعرف امور الانسان لا روح الانسان اللذي فيه يقول سفر الانسان نفس الانسان صلاة الرب يفتش كل مخادع الناس البط طب اذا كان امور الانسان يعرف اشغل الانسان نفس هكذا ايضا امور الله لا يعرف احد الا روح الله الانسان المحدود اللي هو يعتبر نموذج متكرر احنا عندنا ستة مليار انسان على وجه الارض نموذج متكرر ومع ذلك كل واحد فينا له تمييزه اللي مش يتكرر وله اعماغه اللي محدش يعرفها انا معرفش اين ايه نية الناس ايه دواخلهم ايه دوافعهم ايه خلفياتهم ايه اللي جوا دوافعهم طب كم يكون الله اذا كان الانسان المحدود والمتكرر اللي احنا ممكن نتقابل مع كثير من الناس ونعرف بقى واحد ممكن يكون دكتور نفساني يسهم يسهم الواحد من شكل من لغة او بلاس طريق نفسه ممكن واحد خادم في الكنيسة بقاله اثنين بيخذ من بشر وبيتكلم مع الشباب ومع الطبار وصغيرين يسهم يسهم از يقولك انا بتهمك من نبرز صوتك انا بتهمك من اول كلمة تقولها ومع ذلك الكتاب يقولك برضي مش عارف انت لبت مش عارف كم يكون بالنسبة لله هكذا ايضا امور الله لا يعرفها الا ايه روح الله عشان كده عايش تعرف امور الله نحتاج الروح كل الشيء يا لعمق غنى الله ككمسي وعلم ما ابعد احكام عن الفحص وترك عنه الاستفسار حاجة كبيرة ايه من عليها فكر الرب او من صار له مشير طب يا معلم هوليس انت حطت لنا على وقت المنشاة اذا كنت انا انا اش اعرف الانسان اللي اداني اعرف ربنا ازاي نحن لم نأخذ روح العالم بل الروح اللي من الله اصبح لنا فورصة نعرف ربنا ما فينا الروح الكتر ما خلناش الروح اللي من العالم ده خلنا ايه الروح الده من الله روح 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 الشطان روح العالم هو روح الشهوة روح المادية روح الانانية روح الكبرياء هو ده اللي في العالم المادة مين اللي بيوصل إلا الاناني بيفطر في نفسه اللي بيكوش اللي بيحوش اللي بيتفلق على أكتاح الناس اللي بيعمل لنفسه ماجد اللي بيعمل نفسه اسم بيعمل السمعة بعظمان هذا العالم ده روح العالم احنا اخذنا روح الله تعافين روح الله اللي بيقول لنا ايه من اراد ان يكون فيكم عظيما يكون ايه خادم الكلب من اراد ان يكون اولا يكون اخر الجميع روح الله اللي بيعلمني ان الرئاسة تكون على الكتب يعني حلم مش على الراس لا متاب روح العالم هو روح العبودية كعلك هو